لواء إلى ماذا يشير رفض 30 عسكرياً أوامر الاستدعاء استعداداً لعملية رفح يعني هذه ليست المرة الأولى التي يستنكف فيها ضباط وجنود من الجيش الإسرائيلي منذ 206 أيام وهناك حالات كثيرة مرت هناك حالات استنكاف، هناك حالات تمرد، هناك حالات إطلاق نار هناك صدمة نفسية يعني هناك أكثر من حوالي 30 ألف يعالجوا في الداخل بالصدمة النفسية وهذا ندل على شيء يدل على أن الجيش الإسرائيلي الذي تدرب كثيراً على القتال في الميادين إنما كان في ميادين التدريب أما حينما يتم المواجهة بين الجندي والضابط الإسرائيلي مع المقاومة الفلسطينية وينتقل إلى أماكن مثل قطاع غزة المدمر في البنية التحتية لا يستطيع التكيف مع ميدان القتال لذلك يعني كثير منهم قالوا أننا نقاتل أشباح وكثير منهم قالوا أن أن الظروف صعبة ولا نستطيع الاستمرار في القتال هذا يدل على شيء يدل على أن بنية الجنود والضباط الإسرائيليين هي غير مهيئة لقتال الشوارع وقتال المدن ومواجهة المقاومين في الميدان طيب إلى أي مدى هذا يؤثر في قرار الجيش الإسرائيلي بالنسبة لمعركة رفاح خاصة إذا كانوا سيدخلون هذه المعركة وجزء كبير من الجنود معنوياتهم منخفضة أو يرفضون الامتثال يعني أنا بتقديري هذه تأتي بعد الاستقالات التي حدثت وخاصة مع رئيس شعبة الاستخبارات هارون هاليفي وهذه ظاهرة إذا ما انتشرت وتمددت هي بالتأكيد تؤثر على قدرات الجيش الإسرائيلي وعلى مزيد من التمرد مزيد من العصيان مزيد من عدم الانصياع للتعليمات ومعروف في العلوم العسكرية بأن أهم عنصر عند الجيوش وعند العسكر هو الضبط والربط والانصياع للتعليمات والانصياع للأوامر فإذا ما تم خلل في هذا العنصر بالتأكيد سيكون هناك خلل في التنفيذ وهذا ما يدفع الجيش الإسرائيلي إلى إعادة حساباته وخاصة أن أكثر من 70% من الجنود الإسرائيليين هم من الاحتياط وإذا ما انتشرت هذه الظاهرة في جنود الاحتياط أنا بتقديري ستؤثر حتى على جنود رخضة اشتركوا في القناة